فاز فريق من طلبة دمياد ببطولة الجمهورية الرابعة عشرة للروبوت الذكي ويأمل السباب في بطولة العالم المفتوحة مباشرة للروبوت في لبنان والتي ستبدأ الجمعة المقبل بمشاركة متنفسين يمثلون سبعين دولة مئة وسبعة فريق من جمهورية مصر العربية شاركوا في تصوية المسابقة الرابعة عشر للروبوت فارست ليجوليج مصر والتي أقيمت في مقر الجامعة البريطانية بالقاهرة ليحصد فيها الفريق الممثل لمحافظة دمياد الفوز بتطوير مشروع خصص لمواجهة المشاكل التي يتعرض لها رواد الفضاء كنا بنجرب كل الأفكار بحيث نحن ناخد الأفضل والأحسن لنا دايما وكانت من ضمن المشاكل الثانية اللي بتوجهنا ان احنا كنا اختلاف الأعمار ما بيننا يعني مثلا عندنا أكبر واحدة فينا رايحة ثلاثة سنوية وأصغر واحد فينا رايحة ستة دائية ففرق السن اللي بيننا مثلا أنا درست حاجات صغير مش درستها فإحنا كنا بنحاول نبسط كل الأفكار بحيث أن يبقى متابعة معنا وفهم كل كله بتتقال وكل حاجة بنعرضها للجوجز بتعوني عشرة من طلبتي وطالبات أبناء محافظة دمياد بالإضافة إلى اثنين من المدربين عاملوا بجهد ضمن فريق إكسباندبلز للمشاركة ومن ثم للفوز في واحدة من أهم مسابقات الرابط للشباب في العالم إحنا بنضرب الولاد دول من شهر تمانية اللي فات تم تدريبهم على مدار ستة أشهر في مجال التصميم وميكانيزم الحركة الولاد في هذه المرحلة بيتم رسم استراتيجية لهم على الترابيزات بيتم فيها رسم كمان ميكانيزم الحركة بتاعهم ومجال التصميم بتاعهم كمان فرق العمل إن هم إزاي يشتغلوا مع بعض كفريق يقدر يكمل بعضه المسابقة العالمية في رست ليجو ليج انترناشنل والتي تعقد هذا العام بلبنان في منتصف يونيا الجاري تعد مسابقة عالمية لبرمجة وتصميم الرابط بغرض خدمة الإنسان وتنمية مجتمعاته إزاي أقدر أنظم شغل فريق وتعلمت مهورات البحث العلمي تعلمت إزاي يعمل كود تعلمت أساسيات الكود إزاي يتعمل بعد كده أنا كان أكبر دور ليه كان على الترابيزة أنا شغال في البروغرامنج في الأول كانت الأكواد بتاعتنا مبنية على حاجات بسيطة بعد كده أقدرنا نعملها ديفولوب ونطورها وتبقى أكواد مركبة شوية بحيث أنها تأدي المهام اللي احنا عايزينها بشكل أدق يطمح طلاب دومياط للفوز بمنحها الضخمة من مختلف الشركات العالمية بغرض تنمية قدراتهم لبناء مستقبل أفضل عن طريق التقنية الحديثة